لعلنا نسد رمق جوعنا اليوم هذا لسان حال هؤلاء الأطفال وذويهم في الموصل الموعودة بإعادة الإعمار بعد الدمار وأي أعمار فبين أكوام النفايات والملوثات يبحث من نهش الفقر جسدهم عن لقمة العيش والمحظوظ فيهم من يعثر بين هذه الأكوام على مواد قابلة لإعادة التدوير تضمن له رغيف يومه ليس أكثر وبينما تتصارع الأحزاب الحاكمة على المناصب والمكاسب في بلد النفط دي الموازنات المليارية يظهر مشهد مغاير تماما هنا لكنه ليس جديدا البته فالبحث بين أكوام النفايات باتت سمة بارزة في العراق الجديد الذي أقامه الأمريكيون عام 2003 أكثر من 22% من مجموع السكان يعيشون تحت قط الفقر بحسب البنك الدولي في وقت بلغت فيه نسبة البطالة بين صفوف الشباب نحو 23% وفقا للجهاز المركزي للإحصاء في بغداد بينما لا يعرف أحد أين تذهب أموال الموازنة السنوية التي تكفي لإعادة إعمار البلاد بأكملها وربما دول مجاورة لها ترجمة نانسي قنقر